بالتأكيد الخبر الذي شغل اهتمام الناس منذ ليلة أمس حتى اليوم وهو اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد أو المنتجات البترولية والذي أصفر عن زيادة أسعار البنزين والسولار احنا عارفين من شهر يوليو الماضي في تصريح لرئيس الوزراء الدكتور بصفة مدبولي ان أسعار المواد أو المنتجات البترولية هتزداد على مدار 18 شهر ولكنه أعلن انه لا يريد ان تكون الزيادة كبيرة دفعة واحدة حتى لا ترفع مستويات التضخم التضخم يعني زيادة الأسعار بشكل كبير بالأمس زودت لجنة التسعير التلقائي ودي لجنة بتنعقد كل ثلاث شهور أسعار المواد البترولية في حدود 17% تقريبا يعني بنزين 95 أصبح سعر اللتر 17 جنيه بنزين 92 وده اللي بتستخدمه غالبية السيارات يعني أصبح ب15 جنيه و25 قرشا بنزين 80 13 جنيه و75 قرشا السولار 13 جنيه و50 قرشا الكيروسين 13 و50 وأيضا كل متر مكعب للغاز بسبعة جنيهات دي دي الزيادة الثالثة للمنتجات البترولية خلال عام وطبعا طبيعي إن المواطن بيتساءل تأثير ده إيه تأثيره على جيب المواطن تأثيره على مائدة المواطن تأثيره على حياته طبعا اللي عنده عربية أو اللي بيستخدم مواصلات لابد إنها ترتفع التكلفة تكلفة البنزين زادت وضع بنزين في السيارة هيزيد المواصلات بالتأكيد هترفع الأسعار سواء كانت وسائل النقل الجماعي أو ربما بعد مرحلة لحق المترو والقطارات إلى آخر فده أمر متوقع ومفهوم وحصل قبل كده وطبعا الزيادة في أسعار المواد البترولية رغم إن الحكومة سبتت طن المازوت لإنتاج الكهرباء والمواد الغذائية سبتت سعره مازاتش لكن أسعار المواد الغذائية هتزيد لأن تكلفة النقلة هتزيد دي واحدة من الإشكاليات النقطة التانية أسعار الخضار والفاكهة متوقع أن هي هتزيد أيضا لأن السلار بيستخدم في الري وفي الزراعة يعني ري الفدان الواحد خلال الموسم بيحتاج ما بين 200 إلى 600 لتر سلار طبيعي الفلاح هيزود سعر الخضروات والفاكهة اللي هو بيوردها وتنزل لسوق الجملة ثم سوق التجزئة ثم تصل عبر وسائل النقل إلى المواطن فطبيعي هترتفع أسعار الخضروات والفاكهة فده أمر متوقع وده بيمثل طبعا زيادة في الأعباء بالنسبة للمواطن وهنلاقي طبعا زي ما قلت لكه أسعار المواد الغذائية لكن طبعا الموقف الحكومي في هذا السياق بيقولك أن دعم المواد أو المنتجات البترولية كبير وأن تحريك الأسعار بشكل تدريجي لهذه المنتجات هو بيحاول أنه هو يقرب الفجوة لكن ستظل هناك فجوة طبعا هو بيحاول يقرب الفجوة ما بين السعر اللي بتباع بيه هذه المنتجات وسعر انتجها أو استيرادها احنا عارفين طبعا أن الجنيت راجع أمام الدولار فطبعا الاستيراد بيكون بالدولار عارفين أن المواد البترولية دي فيها قدر متزبزف في الأسعار يعني لما جو بايدن من أسبوعين يتكلم على أن إسرائيل هتستهدف المنشآت النفطية الإيرانية ارتفعت على طول أسعار النفط النفط سلع حساسة جدا بالنسبة للحروب وبالنسبة للمشكلات الدولية فطبعا بيرتفع أسعارها واحنا في كل الأحوال بنعتمد على جانب كبير جدا بالاستيراد والاستيراد بالدولار والدولار زي ما احنا عارفين سعره مرتفع مقابل الجنيه فإذا هي دي واحدة من المشكلات الحكومة بتدعم وبتقدم دعم طبعا صندوق النقد بيتكلم كتير على دعم المحروقات أو المنتجات البترولية إنه عايز يخفض الدعم ده واللي يشيله لكن طبعا الحكومة لا تزال بتدعمها وتدعمها بدرجة كبيرة لأنها لو رفعت الدعم بصورة نهائية هتبقى الأسعار كبيرة جدا بالنسبة للمواطن لجنة التسعير التلقائي بتجتمع كل ثلاث شهور لكنها في الاجتماع الأخير بالأمس قالت إن هي هتجتمع بعد الست شهور يعني الأسعار اللي معنا دي بمعنى آخر هتستمر معنا الست شهور الجايين لكن برضو تبقى ليه التصريح رئيس الوزراء اللي كان في يوليو الماضي هو اتكلم عن تحريك مستمر في أسعار المنتجات البترولية خلال 18 شهر يبقى إذن إحنا نتوقع أنه يبقى فيه زيادات تانية ولكن بعد بضعة شهور بعد سبت شهور ربما طبع الأوضاع أفضل وما نحتاجش لزيادات دي لكن على الأقل في الأفق أن هناك دعم كبير بتقدم الحكومة للمحروقات أو المواد البترولية وده اللي هيترتب عليه دائما ارتفاع الأسعار وتحريك الأسعار إلى أعلى طبعا المواطن بيدور على اللي معاه ويدور على إمكانياته كان بيفول العربية بكام دولتها بكام كان بيركب المواصلات بكام هيتحرك سعرها لأعلى هيوصل لأدقاء فطبعا ده شيء طبيعي مائدة المواطن نفسها هتختلف أسعار القدروات الفاكهة ولكن يعني إذا كان التحريك بنسبة 17% وإحنا نتكلم على تحريك منتجات بترولية لكن لما تترجم في مسائل نقل السلع بالتأكيد هتبقى أقل من كده فلما تيجي إحنا نتكلم على تحريك الأسعار بهذه الصورة يجب أن يكون أيضا الزيادة محدودة وفي هذه برضو الكيفية أو بهذه الصورة يعني ما ينفعش أن ناس تستغل أن هناك تحريك في أسعار المنتجات البترولية بالنسبة للتجار أو بالنسبة للمنتجين ويعتبروها فرصة لرفع الأسعار بدرجة كبيرة أنا أعتقد طبعا مسئولية الحكومة أن هي بتتفاوض زي ما هي بالضبط بتحاول أن هي تطبط سوء النقل من خلال التفاوض المباشر عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية وتحدد القيمة قيمة النقل أو الانتقال بالنسبة للمواطنين باستخدام الأوتوبسات أو المكربسات أو وسائل النقل الجماعي أعتقد برضو أنها محتاجة تطبط الأسواق بحيث لا تصبح ارتفاع أسعار المنتجات البترولية تكئة لزيادة الأسعار بشكل غير مبار يعني إذا كانت الحكومة عايزة تجبح جماح التضخم فلا يجب أنها تترك المجال لتجار أو منتجين أنهم يعلوا الأسعار بدرجة كبيرة باستغلال لافتة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في المقابل كان فيه لجنة بالأمس عقدت أيضا برضو حم نهدم بيها لجنة سياسات النقدية التابعة للبنك المركزي واللي ثبتت أسعار الفائدة بالنسبة للاختراض والإقراض عند الحدود الموجودة حاليا ودي موجودة يمكن من أربع دورات لها والسبب إنها لا تريد أن يرتفع التضخم يعني إذا كانت الحكومة بترفع أسعار المنتجات البترولية قليلا قليلا يعني أو كل فترة بسبب إنها مش عايزة ترفع مستوى التضخم فهي أيضا سياسات النقدية في البنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة وأسعار الفائدة مرتفعة بالنسبة للناس اللي بتودع أموالها في البنوك مرتفعة عشان تكتزب مزيد من الأموال والناس ما يبقاش عندها قدرة شرائية أو قوة شرائية فتشتري كتير فترتفع الأسعار في عايزة تسحب السيولة في أوعية إدخارية أو في شهادات بيحصل منها المواطنون على فوائد لا تزال الفوائد دي من أربع مرات للجنة السياسات النقدية كما هي فطبعا واضح جدا أن معدل التضخم لم ينخفض وده اللي قالته حتى لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي ترى أن تبقى أسعار الفائدة سواء كان للإقراض أو للإقتراض كما هي إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام يعني لازم يبقى واضح أنه انخفض وينخفض بشكل زمني واضح نقدر نقول أنه بالفعل انخفض ومش القضية واحد من عشر أو اتنين من عشر أو تاتة من عشر لا إحنا عايزين نشوف انخفاض ملحوظ ومستدام طبعا أعباء زيادة بالنسبة للمواطن وده أمر يعني محدش يقدر ينكره ولكن بالفعل هي دي التحديات مسألة الإصلاح الاقتصادي وموجهة المشكلات الاقتصادية اللي موجودة ودايما نقول كان الله في عون المواطن وكان الله أيضا في عون الحكومة اللي بتحاول أن هي تعمل المؤامات أو تصل إلى المؤامات ما بين الأعباء والأسعار ترجمة نانسي قنقر